اشتركوا في القناة اخوان انا ذكرت قبل فترة انه انا عطل عندي جهاز الكمبيوتر لسه لا جبنا جهاز الكمبيوتر ولا صلحنا ولا منقدر نجيب جهاز الكمبيوتر انا بسجل عن طريق التليفون بحاول قدر الامكان انه اعالج الصوت ولكن بظل غير عن انه انا اسجل من خلال مايك وجهاز الصوت فعشان هيك ياريت اذا الصوت مش واضح او في مشاكل او شو نوعية المشكلة لاني انا بعد مرة بس مع الحلقة ما بلاقي فيها مشاكل بلاقي يعني مقبول الوضع للمتلقي انه يسمع بصوت عادي فاذا في مشاكل او مشكلة معينة بتسمعها انت بخلال الحلقة ياريت تولي اشي المشكلة ولو تحط اللي الدقيقة اللي اسمعت فيها الصوت هاد عشان ارجع انا اتأكد منه اللي اعرف شو الاشي المزعج اللي انتو بتسمعوه او اللي الصوت واطي او علي ووطي يعني مش قادر انا افهم الملاحظة اشي في فياريت اللي بيعرف او بيسمع اه ان كان في اي مشكلة يذكرني اياها يذكر لي اياها يكتب لي اياها في التعليقات يقول لي في الدقيقة الفلانية في الثانية الفلانية الصوت اللي احنا منحكي عنه او الزنة او الوشة او التقطيع او هذا على اساس اني انا اذا بقدر اعالجه اعالجه بالحلقات القادمة لحديث ما ربنا يفرجها علينا بالنسبة اليوم هذا طبعا توقعاتنا اليوم الخميس ثمانية ايلول سبتمبر القمر اليوم رح يتنقل باكثر من منزلة فعشان هيك بيكون تركزوا معي مزبوط وبرضو في عنا في ساعات الظهر رح يبدأ عنا خلو مسار القمر الان طبعا موجود موضع عد بث الحلقة اللي هو الاربعة لمساء الاربعة القمر موجود في منزلة الاخبية يعني منزلة حكينا عنها هي للحماية والضرر والضفر والعقد ولكن ما رح يطول كثير في هاي المنزلة هو رح يضل فيها لغاية الساعة 22 واربعين دقيقة يعني بعد اربعين دقيقة من بث الحلقة بعدها القمر رح ينتقل ويصير في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة بعد هاي المنزلة مباشرة بيضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 واربعين دقيقة من ظهر اليوم الخميس بعدها بده ينتقل لمنزلة المؤخر وهي منزلة برضو للربح والعلاج ولكن يعني لا اتلاف الاموال والتفريق والضرر بما ان القمر موجود في برج الدلو تأثيراته على جميع الابراج في هذا اليوم انما نشعر ان بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي وبوسع ان تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كتقصة شعر مثلا او تغيير في مظهرنا حتى جيد هاي الفترة لاشراء اجهزة الكترونية وتجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وفي زاوية انتهى تأثيرها اول زاوية اللي رح نحكي عنها اللي هي اللي بدأ تأثيراتها هي زاوية التثليف ايجابية بين الشمس وبين اورانوس ولكن رغم انه هاي زاوية بدأت تشكلاتها الا انها ما رفعت من حضوض الشمس لانه زاوية التربيع اللي ما بين الشمس وبين المريخ ما زالت فيه لها تأثيرات بعيدة شوي وايضا تقابل الشمس مع نبت اضعفها فعشان هيك لسه ما اعطت طاقتها بالكاملة ولكن انه هي فترة ايجابية رح تكون من اليوم 8-9 لغاية 15-9 طبعا ذروت هاي زاوية يوم 11-9 ساعة وحدة وثمان دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الادارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا وكمان بتعزز من قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية المنفصلة الايجابية بين عطارد وبين المريخ واللي حكينا انه تأثيراتها لغاية يوم 9-9 هي اللي بتخلي فيه شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات مع الاحبة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التربيع السلبية ما بين زحل وما بين اورانوس واللي حكينا انها هاي زاوية منفصلة تأثيراتها رح تستمر لغاية يوم 16-11 هي اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبتدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فعنا زاويتين مع القمر واخلوه مسار والاسف ان الزاويتين هدولا سلبيات فالزاوية الاولى هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين اورانوس وهي ضرورتها ساعة 10 و25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمر روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا من ناحية سلبية ولكن هاي الزاوية تاثراتها من ساعات ما بعد منتصف الليلة وتستمر لغاية منتصف الليلة القادمة يعني تقريبا مدتها راح تكون 24 ساعة فعشان هيك تكون تنتبهوا لهذا الموضوع اما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو تاثراتها بنفس المدة يعني طيلة الليل وطيلة النهار ورح تستمر لغاية منتصف الليل تقريبا اي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون ذروتها الساعة 12 و 33 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني صعوبة الزاويتين راح تكون في النهار فمن واجه مصاعب وعرقيلة بتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لابوا مواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة 12 و 33 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح اليوم التالي اللي هو صباح يوم الجمعة يعني تقريبا الساعة 4 و 42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحوت هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبي او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه ما قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية خلال هذا اليوم بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية فهذولا الاكثر حساسية معناته ما في اي مشاكل لا اجراء عمليات جراحية خلال هذا اليوم الا العمليات اللي الها علاقة بالساق يعني هذه شوي بتكن تنتبهولها الا اذا كانت عملية طرارية فترة مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وتصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وتصلح للقص العلاجي ولكن لا تصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر اللي هم اللي بزيلوه بشكل دائم او بدهم يطولوا لمدة بشكل كبير او اللي عندهم غزارة بالشعر وحب بدهم يتخلصوا منه او يبطؤوا من نموه فالفترة هاي غير مناسبة لهذا الموضوع بالنسبة للقمر بما انه اليوم هو بلق بدأ بمرحل الاكتمال ولكن هو بمرحل المحدب ما زال يعني ما وصل لمرحلة النول 90% فهو اليوم عمره 12 يوم في تمام ساعة 14 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بصير عمره 13 يوم نسبة الاضاءة بتصير 88% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 23 تسعة منتحسة بنسبة عشرة في المية القمر في الدلو حتى يوم تسعة تسعة سعيد بنسبة عشرة في المية الان ولكن مع ساعات الصباح بتصير منتحس بصير منتحس بنسبة خمسين في المية اه ما ساعات المساء المتأخرة اه بصير يعني تقريبا بحدود الساعة ثمانية بتوقيت جرينيتش بصير تقريبا خمسة وسبعين في المية منتحس عطارد في الميزان حتى يوم عشرة تسعة طبعا بداية التراجع هو يوم عشرة تسعة هو ما زال لحد الان سعيد بنسبة اه خمسة عش في المية ولكن بدأت تأثيرات اه عطارد لانه عادة احنا منقول اه اي انتقال او اي تراجع قبل ثلاث ايام او خمس ايام بتبدأ تأثيراته فعشان هيك من الان بدكوا تأخذوا بحضركوا اعطال في الاجهزة الالكترونية تأخير في المواصلات في الاتصالات ازدحمات عطل بالسيارات بالكمبيوترات بالاشياء اللي زي هيك ويفضل في هاي الفترة ما تتخذوا قرارات حاسمة بالنسبة للزهرة بما انه في العذراء اه رح يضل لغاية يوم تسعة وعشرين تسعة ما زال منتحس بنسبة عشرة في المية المريق في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة منتحس بنسبة خمسة عش في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة اربعين في المية قرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة وبتقدروا اليوم برضو تطلبوا المساعدة من بعض الأصدقاء أو المعارف أو واسطة مثلا وأهم شيء أنكم ما تترددوا بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف ما بينكم وبين بعض الزملاء اليوم أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنه ما تبقوا وحيدين حاولوا تخرجوا للقاء الناس معظم مكاسبكم رح تكون من علاقاتكم الاجتماعية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وأيضا المحافظة على سمعتكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنكم تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منكم أنكم تكونوا على قدر المسؤولية لأنه هاي الفترة صعبة وهذا بيت السمعة وزاوية تربيع يعني رح يكون ضاغط شوي ورح تكون أنت متسرع في حكمك أو حتى في كلامك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم برضو بالتقرب من أحباك ومتعزز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل وبإمكانك أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية والفترة هاي مثمرة على جميع الأصعاد أهم شيء زي ما حكينا أنه تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة من مخالفة أو يعني لا قدر الله يعني أنه صير حادث أو صير شيء فبتكونوا حذرين أثناء تنقلاتكم وأثناء سفركم تتفقدوا جميع أمتعتكم برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة طبعا ما بناسبكم إطالة الخلاف في هذا اليوم ولا الزعل حاولوا إنك تساروا على تقريب وجهات النظر أو للمصالحات وباستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن اليوم تناقشوا موضوع من بيتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فهنا هو بعزز أمور إلها علاقة بالشراكة فترغبوا في تدعيم شراكاتكم وتعتبر هاي فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم إشي حاول إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات اللي خلال اليوم هذا طبعا لأن طاقتك ضعيفة فما بينفعك لا التوتر ولا الجدال حاول إنك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وحاول إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات تراجح حالك أكثر من مرة وحاول تضبط أعصابك إذا حد استفزك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود في البيت السادس يعني بيت العمل وبيت الصحة فبيبدأ العمل بتراكم لديكم بشكل تدريجي حاول إنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من أعمالكم دون المبالغة في ذلك برضو خلال هذا اليوم بتكون تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم حاولوا إنكم ما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وإحسنوا إدارة الوقت تجنبوا إثارة العداوات وحاولوا إنكم ما تهملوا وضعكم الصحي وخذوا قصة من الراحة من وقت لآخر وحاولوا إنكم تكونوا عند حسن الضم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة بأي مجال الظروف مناسبة للمغازلة والمصالحة تكرار المحاولة الممارسة هواية يعني الأجواء إيجابية بشكل قوي ولكن نقطة الضعف إنه ممكن تحاول تفرض سيطرتك على الأحبة أو تدخل بخلاف أو نقاش معهم فابعد عن أي شيء ممكن يعكر مزاجك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم طبعا يعتبر القمر زاوية تربيع مع برجكم فهذا الإشي شوي بيخلي فيه بعض السلبية ما نحكي عنها الآن نحكي عنها بالآخر طبعا بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن سلبية وجود القمر في هذا البيت إنك ممكن تضطر للاهتمام ببعض الأعطال المنزلية أو التصليحات أو غيرها أهم إشي إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية وبرضو تفتح مصاريف إضافية يعفى قللوا من النفقات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل ما بينكم بين أخ أو جار وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وبتقدروا أنكم تطرحوا أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم وتبرروا مواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات يعني الأجواء إيجابية ودعم لإلكم أهم إشي أن تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة وأثناء حركتكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم عالي اليوم عندكم برضو فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعالجوا استحقاق مالي أو فوتير أو دفعات أهم شي إنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال حاولوا أنكم تدققوا بالتفاصيل بشكل جيد بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شي إنكم تتفاعلوا وتتحركوا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية الآن يعني النشاط برجعلكوا بشكل أقوى بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وبرضو هذا اليوم بيحمل إنفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليكم إنكم تتحلوا بالحكمة والواقعية لإدارة بعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن إنك تحقق نجاح باهر فالأجواء جيدة ما عليك إلا إنك أنت تتحرك بس أهم شي إنك تشحن حالك بثقة بالنفس عالية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا لآخر يوم لأن القمر موجود في بيت متاعبكم لغاية صباح الغد فعشان هيك بتشعروا أن التعب ما زال مسيطر عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود وخصوصا أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير من سوء تفاهم من التباس فأهم مش إنك تحاضروا من البدء بأي شيء جديد ممكن إنه أي شخص يوعدك بشيء ما يوفي فيه في هذا اليوم أهم مش إنك ما تسمح للقلق بإنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط فعشان هيك بتكون تنظموا أموركم واتضعفوا مجهودكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة